تركزت آلية التعاون الثلاثي بين مصر وكبرس واليونان على قواصم مشتركة ومثلث جغرافي واحد لا يخلو من التحديات والفرص الواعدة وتحولت آلية التعاون الثلاثي بين مصر وكبرس واليونان لتحالف كانت أولى ثمارها إعلان القاهرة في نوفمبر عام 2014 قواسم مشتركة ومثلث جغرافي واحد لا يخلو من التحديات والفرص الواعدة ركائز دشنت آلية التعاون الثلاثي بين مصر وكبرس واليونان والتي تحولت لتحالف كانت أولى ثمار إعلان القاهرة في نوفمبر عام 2014 فخلال قمتهم الأولى اتفقت القاهرة ونيكوسيا وأثنى على محاور أربعة عنوانها الأمن والتنمية والاستقرار والمكانة الدول الثلاث أكدت عزمة على توطيد التعاون فيما بينها لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الاستقرار والأمن في منطقة شرق المتوسط والتي لا تهدد فقط السلام الدولي والإقليمي وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فحسب وإنما أيضا تهدد مفهوم الدولة ذاته وتنشر الفوضى والدمار وخلال القمة الثانية التي عقدت في أبريل عام 2015 تكللت آلية التعاون الثلاثي بالاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان في منطقة شرق البحر المتوسط وهو اتفاق يتيح للدول إمكانية الاستفادة من الثروات الطبيعية في قاع البحار في المناطق الاقتصادية الخالصة بها فجانت مصر ثمار ذلك الاتفاق باكتشاف حقل ظهر الذي ضعف ثرواتها من الغاز الطبيعي وأسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات كما جاء الإعلان عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط عام 2019 كأحد أهم ثمار آلية التعاون الثلاثي والذي تم توقيع ميثاقه في سبتمبر عام 2020 ويهدف إلى إنشاء سوق غاز إقليمي في المنطقة وتحسين العلاقات التجارية وتأمين العرض والطلب بين الدول الأعضاء إلى جانب تسريع الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول وعلى الصعيد السياسي شهدت القمم بالإجماع تطابق وجهات النظار بين مصر وقبرص واليونان في العديد من القضايا الدولية الملحة أبرزها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتأكيد على أن التحالف الاستراتيجي كان وسيظل درع مصالح دول شرق المتوسط وسلاحها الذي يدافع عنها مهما بلغت التحديات هكذا توالت القمم بين عواصم الدول الثلاث بشكل دوري سنوي ودون انقطاع تضيف لنجاحاتها وتعمق تعاونها يوما بعد يوم لتضرب للعالم نموذجا إقليميا للتحالفات الاستراتيجية يستحق الإشادة وينال الثناء